أرقام يلا كرة برنامج أسبوعي هنتكلم فيه عن أبرز الأرقام والإحسائيات في عالم كرة القدم في الحلقة الأولى هنتكلم عن تحدي مارسيل كولر مع الأهلي أهداف برونو سافيو وعقدة برشلونة قدام بايرن تعالوا نشوف التفاصيل ونبدأ بالرقم 30 أخيراً الأهلي بيعلم مدربه الجديد خلفاً لريكاردو سوارش السويسري مارسيل كولر كولر هو المدرب الأجنبي رقم 30 في تاريخ الأهلي والسادس في عهد الكابتن محمود الخطيب المدرب السويسري خاط سبع تجارب من 1997 لحد 2020 كان أهمها بازل ومنتخب النمسا لعب 529 مباراة كسب 240 مباراة من نسبة انتصارات 45% اتعادل 127 مباراة وخسر 162 مرة ولأن تجربة سوارش مع الأهلي ما نكحتش كان شرط أساسي في المدرب الجديد أنه يكون حقق بطولات عشان كده هنلاقي أن كولر حقق أربع ألقاب اتنين دوري سويسري لقب كأس سويسرا ولقب دوري الدرجة التانية في ألمانيا آخر فريق دربه كولر كان بازل السويسري في الفترة من أغسطس 2018 لأغسطس 2020 لعب معاه 101 مباراة في كل البطولات كسب 61 مباراة من نسبة انتصارات 60% اتعادل 21 مباراة وخسر 19 مرة وحقق معهم لقب كأس سويسرا كولر هو تاني مدرب سويسري في تاريخ الأهلي بعد ريني فيلر اللي عمل نتائج مميزة في الفترة من أغسطس 2019 لأكتوبر 2020 فيلر لاب مع الأهلي 44 مباراة في كل البطولات كسب 34 مباراة من نسبة انتصارات 77% اتعادل 7 مباراة وخسر 3 مرات بس وقدر أنه يحقق لقب الدوري وكأس السوبر المصري وبالتالي كولر هيكون عنده لحدي كبير لفترة الجاية أولا أنه يتفوق على أرقام مواطنه ثانيا أنه يقود الأهلي لاستعادة البطولات ونروح للرقم 20 البرازيلي برونو سافيو جناح بوليفار البوليفي أولى صفقات الأهلي سافيو لعب مع بوليفار 9 شهور بس شارك في 31 مباراة في كل البطولات قدر أنه يسجل 16 هدف ويصنع أربع أهداف يعني مساهم في 20 هدف بمعدل 0.6400 هدف في كل مباراة اللافت في مسيرة سافيو أنه انتقلته كتير شوية يعني من مايو 2017 لحد النهاردة سافيو لعب لتسع أندية مختلفة كمان أرقام سافيو طوال مسيرته بتقول أنه بياخد إنذارات كتير اللاعب حصل على 34 إنذار في حين أنه يسجل 33 هدف سافيو هو رابع لعب برازيلي في تاريخ الأهلي والحقيقة الأهلي حظوا وحش مع البرازيليين وزي ما قلنا أنه كولر عنده تحدي كبير الفترة الجاية كمان سافيو عليه أنه هو يصلح صورة البرازيليين في الأهلي ونروح للرقم 3 بايرن اللي عودنا أنه بيكسب بالستة وبالسبعة وأحيانا بالتمانية بيعاني في الدور الألماني بايرن بيفشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع شتوتجارد 2-2 المباراة بدأت بحدث تاريخي الفرنسي ماتياس تيل بعمر 17 سنة و136 يوم أصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن يبدأ مباراة في الدور الألماني مش بس كده تيل كمان أصبح أصغر لاعب في تاريخ بايرن يسجل هدف في المسابقة سادي وماني نجم الفريق بيفشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في كل البطولات كمان بايرن بيحقق أسوأ بداية في الدوري بعد 6 جولات من 12 سنة بايرن عنده ماتش مهمة قدام برشلونة في دور الأبطال فهل هيقدر بالمستوى ده أن يحقق نتيجة إيجابية؟ ونروح للرقم 17 من ناحية الثانية برشلونة بيمر بأفضل فتراته والفضل يرجع لتشافي وليفندوفسكي تشافي بيقود برشلونة للفوز على قادش 4-0 عشان يعادل رقم زين الدين زيدان بعدم الخسارة في 17 مباراة في الدوري الأسباني خارج الديار واللي كان حققه زيدان مع ريال مدريد عام 2016 أما لفندوفسكي اللي رحيله عن بايرن كان أحد أهم أسباب معاناة الفريق بيواصل تقلقه مع برشلونة اللاعب وصل لهدفه السادس في الدوري الأسباني بعد خمس مباريات بس عشان يكون أسرع لعب يوصل للرقم ده في القرن الواحد وعشرين يعني أسرع من رونالدو، من ميسي، من نيمار ومن كل النجوم اللي لعبت في الليجة ونروح للرقم 8 الأرقام اللي قلناها عن بايرن وبرشلونة بتقول إن كافة برشلونة أرجح في مباراة دور الأبطال لكن التاريخ بيقول كلام تاني خالص بايرن واجه برشلونة 11 مرة في دور الأبطال كسب 8 مرات، اتعايد المرة واحدة وخسر مرتين مفيش فريق في دور الأبطال بايرن كسبه أكتر من برشلونة في المقابل بايرن هو أكتر فريق خسر منه برشلونة غير كده بايرن على أرضه فريق مرعب مخسرش ولا مرة من برشلونة في دور الأبطال وبشكل عام، آخر 37 مباراة لعبها بايرن على أرضه في دور الأبطال اتعايد المرة واحدة وخسر المرة واحدة وبكده تكون خلصة أولى حلقات أرقامي يلا كورا ترجمة نانسي قنقر